السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترتلكم اليوم وضعية إدماجية في مادة لغة الفرنسية عن يعني إيجابيات وسلبيات أو محاسن ومساوئ الهاتف النقال إذا عجبكم الفيديو ديروا للايك لا تنسوا اشتراك في القناة فضلا وليس أمرا وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد والآن نبدأ على بركاته الله المزايا ومساوئ الهاتف النقال الهاتف النقال إيجابيات إليكترونيك إيجابيات إليكترونيك الهاتف النقال هو جهاز إليكتروني ووسيلة اتصال ممتازة إلا بكو دفعات له العديد من الفوائد دابور إلينا برميات إليكترونيك يسمحو لنا بالتواصل مع الأخرين هو أفضل وسيلة لطلب المساعدة في حالة التوارين إليكترونيك إليكترونيك يعني ألم العمود الفقري والرقبة ونقص البصار نتيجة استعماله لمدة أو لساعة تاويلة En deuxième lieu, il cause de nombreux accidents de la circulation en raison de la préoccupation des automobilistes de parler et d'envoyer des messages. يسبب العديد من الحوادث المورورية نتجد انشغال السائرين بالحديث وبيئرسيل الرسائل. En dernier lieu, il provoque des troubles du sommeil يسبب اضطرابات في النوم. En conclusion, في الختم, le téléphone portable est devenu indispensable dans notre vie de tous les jours. الهاتف النقال أصبح ضروري في حياتنا اليومية mais il faut diminuer son utilisation pour une longue durée. ولكن يجب التقليل من استعماله لمدة طويلة. وإلى الملتقى إن شاء الله في فيديو جديد ومع السلامة.